يعرض محمد دربال خدمات شركته المختصة في الهندسة والإعمار على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي أملا في الحصول على فرصة للاستثمار في ليبيا ما بعد الحرب نحن في تونس مش الشركة متاعنا بركة ولا مكتب دراسات برشة أكثر من 150 شخصية اقتصادية وسياسية بينهم وزاراء في حكومة الوفاق المنتهية شاركوا في الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادية التونسي الليبي الذي حمل عنوان ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل منتدى راهن عليه الجانبان لإعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل عشرة أعوام نحن نحتاج إلى عمالة تونسية في عدة تخصاد لأن تونس لديها خبرات كبيرة جدا في جانب العمالة وأيضا نحن في مرحلة بناء ليبيا نحتاج إلى عمالة تونسية لكن نحن وزارتين نعمل على تنظيم هذه العمالة وكيفية إيجاد منظومة إلكترونية وقاعدة بيانات مسجلة بين الوزارتين رفع قيمة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا إلى ما يفوق المليار دولار سنويا وتشغيل نحو 500 ألف تونسي في ليبيا فضلا عن تفعيل المشاريع المعطلة هدف يسعى القائمون على المنتدى إلى وضع خارطة طريق لتحقيقه اليوم كانت المبادلات في حدود 3.5 مليار دينار 3.5 مليون دينار هبطنا لألف مليون دينار يعني للثلث اليوم هذا المنتدى في هذا الإتار هو إعادة حقيقة المبادلات التجارية إلى على مستوى اللي كنا فيه في عشرة عدم الاستقرار السياسي في كل من تونس وليبيا خلال العقد الأخير قلص حجم التبادل الاقتصادي بين الجانبين إلى ما يزيد عن 40% واليوم وتزامنا مع الشروع في مرحلة إعادة أعمار ليبيا يتجدد أمل طرفين في تحقيق شراكة اقتصادية واعدة العلقات الليبية التونسية الاقتصادية ما يفتش فيما سبق إلا في الفترة الماضية بحكم عدة عوامل إن شاء الله بعون الله وحسب ما تعتبر هذه بداية الانطلاقة لعودة وعودة قوية إن شاء الله رفع الحواجز عن الصفر بين تونس وليبيا وفتح أسواق بينية ووضع خطة مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي أهم التوصيات التي خلص إليها المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي في انتظار تحقق هذه الأهداف على أرض الواقع يراهن المشاركون في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي على إعادة مؤشرات الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل عشرة أعوام بالتزامن مع عودة الاستقرار السياسي في الجار الليبي وما يمثله من متنفس اقتصادية للبلدين توفيق عياشي الحرة من مقر عقادي منتدى الاقتصادية التونسي الليبي بمحافظة اسفاقس جنوب تونس